فرصة جديدة على أرض الإمارات ليجتمع قادة العالم والمختصون مرة أخرى لمواجهة التحديات المناخية ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عددا من القضايا الملحة ومنها التحول نحو الطاقة النظيفة وتعد هذه المسألة من المسائل المختلف عليها بين دول ترى أنه يجب التحول الواقعي التدريجي ودول أخرى ترى أن هذا التحول ضروري دون نظر لتبعاته وواقعية تطبيقه ومن القضايا الرئيسية التي ستحضر في قمة كوب هذا العام للإيفاء بالوعود المسبقة بتمويل الدول النامية التي تحتاج كذلك للتكنولوجيا وبناء القدرات لمواجهة تداعية تغير المناخ يتسبب الغذاء المهدر في الانبعاثات العالمية التي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة 8 إلى 10% حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن ثلثة إجمال الطعام المنتج في العالم ينتهي به الأمر في النفايات ولهذا سيكون ملف الأمن الغذائي وحلول الغذاء من أهم المواضيع المطروحة في مؤتمر كوب هذا العام ستتم خلال المؤتمر مراجعة ما تم تحقيقه منذ اتفاقية باريس للمناخ 2015 حيث من المتوقع أن يتم سد الفجوات التي حالت دون تحقيق بعض ما تم الوعد بتحقيقه والالتزام به يتوقع أن يكون مؤتمر كوب 28 أكثر نسخ هذا الحدث في احتواء الجميع ليكونوا جزءا من صناعات القرار ومدي جسور الحوار بين كل من يعيش على هذا الكوكب ترجمة نانسي قنقر